اخواني في الله السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الناس اللي تشتغل باحترافي بروفيسيونال دائما تلقاه بيشتغل معدات بروفيسيونال. علاش? لانه الشغل البروفيسيونال ليس فقط مرتبط بانه الشخص يكون بروفيسيونال. فما نسبة كبيرة كذلك مرتبطة انه يكون المعدات اللي يشتغل بها بروفيسيونال. ان شاء الله اليوم مش نوريكم آلة جديدة سألتوني عليها كثير. الآلة هذي هي آلة الدريال اللاسلكي. مش نفتحوا الآلة هذية. مش نشوفوها. مش نوريكم مش نوريكم الخصائص امتيحها. حتى ولو تحبوا تشتريوا عندكم في العالم العربي. تشوفوا الخصائص هذي وتختاروا حاجات تكون شبيهة بالخصائص هذي حتى لين تحصلوا على نتيجة متعامل بروفيسيونال ان شاء الله. اول حاجة. اشنية? الميزات اللي تكون لازمها موجودة في الآلات اللي تلقاها يعني مثلا ذات جودة عالية. اول حاجة هي انها الماتيريال يعني البلاستيك والريزين اللي الى هنا وكذا. يكون مصمم حتى انه يكون مريح للشخص اللي مش يشتغل بها وما يكونش مقلق ليه. مثلا اللي هنا البلاستيك امتيحها تلقاه يعني ما هواش من البلاستيك الصلب جدا الرخيص اللي بيتكسر لما بيوقع على الارض. الايد امتيحها تلقاها يعني مثلا هكذا كما تشوفوا مريحة يعني معمولة بطريقة انها تكون مريحة لليد. الى هنا مثلا كما تشوفوا موجود فيها الوحدات متاع الكاواتش ولهنا. ولهنا حتى لما تمسكها بايدك وتكون ايدك بتعرق او حاجة ما تزلقش من ايدك يعني تقدر تمسكها ما تقومش ما تكونش سريعة الانزلاق من ايد وغيره. هذه اخواني حاجات ما هيش يعني فارغة. هذه حاجات مهمة دائما تركز عليها المصانع اللي عندها ادوات وعدة اوريجينال. يعني مشهورة مثل بوش مثل ماكيتا مثل هيلتي مثل كوارزنا يعني مثل الشركات المشهورة. القوة متاع الالة هذه هي اثناش فولت. اثناش فولت هذو ما اخواني صدقوني بيكفيكم في جميع الاعمال متاعكم. عندي واحدة ثانية اربعة وعشرين فولت لكن والله ما استعملتها ولا مرة. عليش اثناش فولت وبتكفيني. الان كثير منكم مش يسألني انا عندي اثناش فولت ما بتنفع وبسرعة بتتعب وبسرعة بيخلص الشحن. لان اخواني تلقاها رخيصة او صينية او تقليد. اذا كان ثناش فولت ثناش فولت بالضبط بنفس القوة متاع الالات المشهورة دائما بتكفيك ان شاء الله. هذا عليش دائما انا نقولكم اشتروا الالات اوريجينال. ما تشتروش حاجات رخيصة جدا ما تنفعكمش يعني تخسروا المال متاعكم فقط. لهنا نمشيوا مع بعضنا. اشنوها جاء معها في الصندوق متاحة? يجيوا معها عديد من البراغي والحاجات هذية الاكسيسوار. في الصندوق اللي هو كما هذية اللي تشوفوا فيه الكيس هذية. الكيس هذية دابل يعني من برا صندوق ومن داخل صندوق. اثنين سنديق ملحومين في بعض. تجي معها الالة هذية. تجي معها البطارية متاحة اللي هي هذه اللي هنا. يجيوا منها مع الالة هذي في الصندوق اثنين قطعة. يعني هذه القطعة الاولى وهذه القطعة الثانية. اول حاجة تتأكدوا منها في الشراء متاع الوحدات هذي سوى عندكم في البلد اللي انتم فيه. البطاريات لازم يكونوا بطاريات ليون لانه البطاريات الني اس داي هذو ما بينفعوا لانه الوقت متاع الشحنة متاحهم ما يقارب يوم كامل. يعني ما بتقدرش تشتغل بها. مش ليون صيني مكتوب ليون وهو من داخل حاجة ثانية. لازم يكون حاجة معروفة. ليون يعني ليون. حاجة متأكدين منها. يعني ما ركب تعرفوها. لانه هذي البطارية ما تكون راكبة لهنا في الدريل وهي مشحونة. بتكفيك ستة ساعات. مثلا. وانت عندك الثانية اللي جات معها في الصندوق. الثانية تقاها دائما عندك راكبة في جهاز الشحن. ليون هذو ما البطاريات سريعين في الشحن. كيفاش سريعين؟ يعني الوقت متاع الشحنة الكامل متاحة. هو ما يقارب اربعين دقيقة. يعني انت الهناء. هذي مشحونة تشتغل بها ستة ساعات. وهذه واقفة عندك في الشحن. من بعد ستة ساعة خلصت هذي بتشيلها. تركبها هي الهناء. وتاخذ هذي. تركبها الهناء. وتكملها لروحك تشتغل. وانت ماشي. يعني الفرق بين مدة الاستعمال ومدة الشحن كبير جدا. يعني بتكافيك الهناء. هذي بتشغل وكأنها الهناء مركبة طوالي عن طريق السلك الكهربائي. هذي الحاجة الاولى. ثاني حاجة لازم الشركة الصانعة للبطارية تكون شركة مشهورة. لهناء مثلا الشركة الصانعة للبطارية تمتع الآلة الثقب الروسية اللاسلكي. هذي هي شركة سامسونج التدي. اوريجينال سامسونج. عليها ضمان ثلاثة سنوات. يعني هذي حاجة ظهر لي دليل قاطع عن الجودة امتاحها. الآلات هذي عمرها ما كانت رخيصة اذا كانها بقوا بروفيسيونال. اعليش? مثلا البطارية. تاخذ نفس الآلة هذية تقليد رخيص. به ما اقول. البطارية مثلا تكون جيدة وتكون ليون وغيره يعني وقوية. لكن البطارية تقاها عادية. يعني تنتظر من هنا يعني هي بتقعد تشحن لحد لما تحطها في الشحن لحد ما تقوم الشحن الكامل حتى يقطع عليها الشحن الآلة هذي. ساعات الآلة هذي تقاهم ما يقطعوش الشحن. ساعات تقاهم يقطعوا الشحن متأخر. او يقطعوا الشحن قبل ما تتعبأ البطارية. هذا يخرب القوة متاع البطارية تصير تشتغل وقت اقل. بطاريات هذي لو تفتحوهم تلقاو فيهم البطاريات وتلقاو فيها مخ صغير لهنا. مخ الالكتروني الموجود في كل بطارية في الآلات البروفيسيوني هي حاجة هامة جدا اخواني. علاش حاجة هامة جدا? لانه عندما المخ هذي بيحمي البطارية وبيخليها تعيش فترة اطول بكثير من الفترة متاع العيش متاع اختها بطارية ثانية بدون مخ. هذه الحاجة الثانية. لانه هو ليشوف هل انه تحتاج انها تتشرجة اكثر او لازم يقطع عليها الشحن. بذلك دائما تكون الشحنة متاع الشحن اللي يدخل فيها هو نفسه من اول يوم تبدأ تستعملها الى اخر يوم بتكون الاستعمال متاحها. انبعده اخواني. الوحدات اللي من داخل في الآلة هذية هي وحدات تيتان. القوة متاع المتانة متاعه في الحديد هذية اقوى من الحديد العادي. هذي اول حاجة. ثانية حاجة انه ما يصديش الحديد اللي فيها من داخل. هذي الثانية حاجة. انبعده. المحرك امتاحها اخواني. المحرك امتاحها قوي وجيد جدا. انا عندي اربع سنوات نشتغل بها بدون انقطاع. ما زلت ما غيرتش فيها حتى الشربون اللي يركب لهنا في المحرك. هو نفسه من اللي اشتريته من المصنع هكذا. ما غيرت فيه اي شي. سنتحها لهنا عملوه يتشيل وبيرجع. عليش? حتى يربحوك الوقت. ويربحوك يعني السرعة في العمل. لانه اذا كانك مش تحتاج حتى تثقب ومبعد تركب البراغي. لازمك اما اثنين وحدات الدريل. واحدة تثقب بها فيها مذقب. والثانية فيها واحدة تركيب البراغي بش تركب بها البراغي. او لازمك اذا كان عندك واحد بركة تصير تركب هذي المثقب. تثقب بعد تشيل المثقب وتركب الوحدة متاع تركيب البراغي. وانت ماشي وتضيع كثير وقت. لهنا لا. لهنا يركب فيها المثقب في الرأس هذية. والرأس هذية بيتشيل. ووراها تلقوا الوحدة متاع تثبيت البراغي طويل. حط المثقب لهنا. ونثقب على روحي ثقب. وانبعد لما نثقب وطويلش نعمل نشيل الرأس متاعي. نلقى الوحدة هذي متاع البراغي. نحط عليها البراغي. ونحطها على ثقب متاعي. ونقوم بالتركيب متاعي. ميزة جيدة جدا في الالات هذه. اذا كانت تشتري مثل هذي مثلا. تكون ميزة جيدة فيها. اذا كانت تشريها تقليد او حاجة رخيصة وغيره. يكون الرأس هذية. الكورات هذو ما اللي شفتوهم من الداخل. اللي يدخلوا في الاماكن. هذه عندما تقوم بالتقفيل امتاحها. يعني هكذا. هذه الكورات تلقاها الحديد امتاحهم ضعيف. وتلقاها الاماكن هذه اللي تدخل فيها الكورات. اه ما هيش بالضبط بنفس مقاس الكورة. يعني طوالي تصير بسرعة بتخرب وتصير بيوقع لوحده الرأس هذية. يعني بدون ما انت تفتحه. انت الهنا لازم تسحب هذه الوحدة الحمراء هكذا. حتى تقدر تشيل الرأس. اذا كان كان الجودة متاعها غير جيدة. لما بتشتغل به فترة مايش طويلة كثير. يصيروا الوحدات هذية بيتعبوا. والاماكن هذي بتتوسع لانه الحديد غير جيد. وتصير وقتها تعملها هكذا بتوقع لوحدها للارض. مفهوم مفهوم. الحاجة الثانية هناك كذلك هي انه انها تقفل نفسها بنفسها. بالتركيب متاع الرأس هذية. لكن ما ركبتوش للاخر. مثلا السهوت عليه او نسيته او لم تقم بتقفيله كاملا وقعدها كمفتوح. ما بيوقعش اول حاجة في الارض. وثاني حاجة يعني يا قعد ماسك. وثاني حاجة لما تقوم بالتشغيل طوالي هي بتقفل نفسها بنفسها. يعني هكذا. شفتوها? خلاص. صارت مقفلة. مفهوم? يعني المرة الثانية الا لما تشيلها هكذا بيش تفتحها وتشتغل بها. هذي كذلك ميزة جيدة. من بعدوا اخواني. الالات هذه البروفيسيونيال. عليش يعطيوك عمل البروفيسيونيال. انفهمكم. شوفوا معايا. شفتوه الرأس هذي اللي يدور اللي يدور البرضي. او الرأس هذي عندما يركب عليه الرأس الثاني اللي يدور المثقب. الرأس هذي يا اخواني اذا كانت تكون الالة اللي تستعملها جودتها عالية. كما هذي عندما تشتغل بها لازم دائما لما يدور يكون يعني ما يكونش يدور هيك. لازم يدور دائما مستقيم. مفهوم? ما عندوش لعب يمين ويسار فوق تحت. كما الهنا شوفوا. هذي عمرها اربع سنوات. الشغل اللي اشتغلته هي اه شغل غير عادي. شوفوا. شفتوها? يعني المثقب يدور دائما مستقيم. نفس الشي الرأس هذي يا. شوفتوه? هذي كذلك حاجة جيدة زي ياسر. الالات الرخيصة تلقاها تقليد نفس الشكل نفس اللون نفس الواحد. لكن الماتريال والعمل غير جيد. يعني هذي تقاها بتتحرك هيك لما تحركها. تقا فيها شوية لعب. حتى ولو مليمترات هذهم بيأثروا على العمل اللي متاعك. لهناك ما شوفوا كل شي راكب جيد وكل شي مستقيم وكل شي من منظم. انبعدوا اخواني. الوحدة هذي اللي تشوفوا فيها. الوحدة هذي اذا كانك فيها اش او ال يعني هاي لو. الاش والال هذو ما. فاش تحتاجهم. اذا كانك مش تشتغل. مثلا في عملية ثقب يعني مش تركب مثلا اه مثقب او ثقاب. ومش تقوم بعملية الثقب. تثقب بها تعمل هاش تصير القوة امتيحة قوية في الدوران. مفهوم مفهوم. مع العلم انه لهنا تقدر تغير السرعة كذلك من واحد الى ثمنتاش. عندما تقوم بالثقب تخليها هاش تصير دور بقوة عالية. عندما مثلا مش تقوم بتركيب برغي. والبرغي هذي يكون مثلا اه ضعيف الجودة او الرأس بدا يخرب او غيره. اذا كان مش تستعمل قوة سرعة عالية تقدر الوحدة هذية متاع البرغي بتهرب وتقوم بالمسح متاع رأس البرغي ولي معادش يدورت ولي حفرة في البرغي. معادش تقدر تشيلو. الهنا لأ طوالي بتحط ايال تحط يعني تحط دوران ضعيف. مثل في السيارات يعني تجيب الفور باي فور. وتصير تفتح بيها تصير هي تعطيه قوة اقوى في يعني قوة التدوير لكن الدوران ضعيف بش تقدر تخرج البراغي هذي. فهمتوني? اذا كانت تحطها هاش. بارك الله فيكم. ان شاء الله يكون الفيديو هذا افاتكم.